خالعا كما مته بأنفاس لاهثة مترنحا وقف ترام في شرفة البيت الأبيض محاولا الظهور بمظهر القوي المتعافي وهو يحيي مستقبليه من المؤيدين هذه الحركات التلفزيونية قد سبقها صور فوتوغرافية نشرتها ابنته ومستشاروه في البيت الأبيض وهو في المستشفى يمارس مهامه الرئاسية والتي كشفها الديمقراطيون بتكبير الصورة إذ كان الرجل يوقع على ورقة بيضاء ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي رد فرد الديمقراطيين جاء على خلفية تهديدات ترامب بعدم تسليم السلطة ردا على سؤال لأحد الصحفيين إذ كان سيسلم السلطة أو ينقلها سلميا فكان رد ترامب الصادم بأنه لن يحدث انتقال سلمي للسلطة قالها ترامب صراحة على طريقة حكام العالم الثالث أنا أو الفوضى لقد صدق ترامب تكهنات المقربين منه قبل المحللين السياسيين فقد قالها محاميه السابق مايكل كوهين إنه لن يتخلى عن السلطة بسهولة ففي الوقت الذي يشهد الشارع الأمريكي موجة غضب عارمة جراء حالة العنصرية غير المسبوقة يرى المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي جو بايدن أن سياسات ترامب المتساهلة تجاه التعصب هي التي تشعل موجة الغضب في البلاد واتهم بايدن منافسه بتحريض المتطرفين على العنف حتى وصل الأمر لمحاولة اختطاف جريتشين ويتمر حاكمة ولاية ميتشيغان بعد انتقاد ترامب لها بدعوة أنها تحاول تنظيم تصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق البريد وهو الأمر الذي يرفضه ترامب حراك الحزب الديمقراطي لم يقتصر على اتهامات بايدن بل أخذ بعدا تشريعيا من خلال دعوة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى مناقشة إجراء دستوري يهدف إلى عزل ترامب من منصبه بسبب وضعه الصحي إذ يسمح الدستور لنائب الرئيس بأن يصبح رئيسا بالإنابة إذا تأكد أن الرئيس غير قادر على أداء واجباته فهل خلع الرئيس ترامب كما ماته قبل أن تخلعه بيلوسي؟